مرة أخرى تدخل الجوف على خط المواجهات العنيفة في المناطق التي لازالت فيها سيطرة متنازعة بين الميليشيا وقوة الجيش الوطني مصادر ميدانية أفادت أن مواجهات هي الأعنف أندلعت في مدرية المتون شمال المحافظة على إثر قيام الميليشيا بالقصف الصاروخي على مواقع الجيش ومنازل المواطنين وفي مدينة الحزم عاصمة المحافظة استشهدت امرأة وأصيب ابنها جراء القصف الصاروخي الذي شنته الميليشيا على المدينة منذ أربعة أيام مديرية خبو الشعف شهدت هي الأخرى مواجهات متبادلة بعد محاولة التسلل إلى جبل الصابرين الذي ترابط فيه قوة الجيش الوطني قائد لواء النصر أمين العكيمي أكد في تصريحات صحفية أن قوات المخلوع والحوثي تنتحر في محاولاتها لإحراز أي تقدم مضيفا بأنها تلقت ردا حاسما وقاسيا من قبل أفراد الجيش المرابطين في الجبهات هنا في الجوف أيضا لا يختلف الوضع عن باقي الجبهات فالميليشيا كعادتها لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار لتجعل من باب المواجهات وحده مفتوحا وتغلق أي باب من شأنه أن يفضي إلى سلام ولو مؤقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر